نرى في الإنجيل المقدس أن المسيح أيضا له القدرة على الخلق مكتوب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه أي في يسوع المسيح فيه كانت الحياة لأنه مصدر الحياة فيه كانت الحياة والحياة نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذن لا حياة بدون النور من أجل هذا قال وقال الله ليكن نور فهو كان النور الذي يستطيع أن يخصب وأن يعطي حياة للأرض وفي اليوم الرابع طبعا خلق الشمس والقمر والأضواء المواسم والأزمنة والفصول واليوم 24 ساعة والصباح والمساء حتى كل الخليقة وكل الزرع يكون أو بيطلع بطريقة متناغمة بطريقة منساجمة أيضا فإذن أحبائي المسيح هو كلمة الله والمسيح جاء إلى العالم ليمجد الله الآب وأن يعلن عنه فهو الكلمة الأزل فالخلق من صفات الله وحده يخلق بقوة لاهوته فالكلمة هي عقل الله بحسب اللغة اليونانية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فالمسيح له القدرة أيضا على الخلق عقل الله الله الآب خلق العالم كله بالابن خلقه بكلمته بعقله بمعرفته بفهمه بقدرة كلمته أتقنت الذي به عمل العالمين أي بحكمته وبعقله أيضا فالمسيح هو صورة الله الغير منظور وله نفس طبيعة الآب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته فالمسيح هو القادر على كل شيء وله نفس طبيعة الآب الذي به عمل العالمين وهو بهاء مجد الله كان المسيح أحباء موجودا عند الخلق وكان المسيح موجودا مع الله منذ الأزل المسيح أيضا مميز عن الآب فقد كان عند الله المسيح له نفس طبيعة الآب كان هو الله كما يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين ترجمة نانسي قنقر